تجيύي تمتب إمتوا طلاعين بالله؟ يلا طلاعين مباشرة إلا طلاعا بسرع حرال راكب بس الأيام هذا الواقف ليه شو علواقف؟ م academia الهدارة الهداسي عم تتطور رح ننتقل نقلة نوائية رطلها بسرعة طيب يلا ماشي يلا لوين رايه هلوين شو مفكر الشغلة ايك بايكة اي 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 شباك شباك بدك تدفع ندفع لعا قديش بدك يعني هاتشوفي عندك بترول سروات باطنية قاس وصفات فاو طلعية العاطينية هم كله بدك تشلحني كل شي لحتى تصير متحضير ايه طبعا انا عم اخدك على الهدارة شتحين منفطاتي سرواتي الباطيناتي غازاتي لا عفوا منك ليش عطي عطيك كتير كتير والله هي بدك تدفع بدك تطلع على الهداس هي بدك تعطينا كل شي عندك احنا قاسفين يعني اللي همستحيل كتير هيك عبتنصب علي انت زي لم ينصب عبتطول للسانك هاليه نصب عبتنصب علي غلص مان فيه تل الرو منهم اي برو اي برو اي برجع شو يعني برابو يا ابني قرع صائب اه 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 تعال بدني اخذولنا ثرواتنا انا اولى من الغريب يا ابني اهلين وسهلين وميت مرحبتين بي احبائي وحبيباتي المتابعين والمتابعات المشجعي المنتخبات في كأس العالم والمشجعات انا كجابث عندما اشاهد مبارات كرة قدم اراها بعينتين انت بتشوفها عادي حمادي ما بتحلل من ورائيات اي شي انا بتشوفها بعين الشغوف لكرة القدم المتابع المحب للخطط والمباريات ولهذا العرس الكروي الجميل المسمى بكأس العالم وأشاهدها بعين أخرى عين ترى ما وراء كرة القدم ماذا يحدث في الأروقة وفي الدكة ومااذا يحصل في متاهات السياسة والتاريخ التي تضحيت في كل المباراة لا تروح إلى بعيد يا سعاد مباراة اليوم من اللعبة بكأس العالم بين إنجلترا وإيران والمجموعة لسه فيها ولايات المتحدة الأمريكية بتحسها جمعت بين خصوم داخل وخارج الملعب في بينهم تاريخ طويل من الصراعات السياسية يمكن أنتوا تفكروا أن هاي الصراعات حديثة جديدة ما صلى زمان ولكن في الحقيقة الصراعات بين بريطانيا وإيران هديمة كتير لدرجة أنه بزمانهم بإيران كانوا زي بدون يسيبوا واحد ولو روح منهم يا تشيرتشيل هالعداوة يا حمادي بترجع إلى القرن التاسع عشر عندما كانت سلالة القاجاريين تحكم إيران حمادي قد تقول لحالاك أنه أنا فتت بدي أشوف حلقة فيها كأس عالم ودي شو خدعتك وقعت بالفخ بالتراب بحديك الأيام كان في تنافس بين الإمبراطوريتين الروسية والبريطانية على السيطر على إيران أنت ممكن تشوف أنه العلاقات اليوم بين إيران وروسيا جيدة ولكن تاريخيا كان في بينهم ما صنع الحداد في بيناتهم حروب طويلة تسمى بالحروب الروسية الفارسية روسو برجان وورز بلشت بالقرن السابع عشر روسيا كانت إمبراطورية بأول طلعتها بريعان الشباب فايرة عم تحاول تسيطر على مناطق طابعة على إيران بجنوب القوقاز الحالي أن أذربيجان وأرمينيا وجورجيا هالحاكي بالذات صار بحرب استمرت لمدة 9 سنوات وانتهت سنة 1813 اضطرت بنهايتها إيران أنه تسلق مراضي بمساحات واسعة على روسيا والأنكة من ذلك أنه روسيا كانت علقاني بحروب تانية مع نابليون وغيره على جبهة تانية و بنفس الوقت كانت قادراني تفوت على إيران بسهولة تتوغل بريطانيا وين كانت؟ بريطانيا عم تسيطر عليها بيهديك الهيام إمبراطورية عم تتوغل من فوق وإمبراطورية عم تسيطر من تحت وأزائم عسكرية وصورة إيران عم تنهز داخليا وخارجيا صار الشاه بإيران بده يعمل محاولات تحديثية متل واصار بالدولة العثمانية كان بده يطور الجيش لحتى يوقف يوش الروس والإنجليز وبوقتها مين كان عم يقتل الروس والإنجليز؟ نابليون وشو بيقلك المثال يا حمادي؟ عدو عدوي صديقي بس كان واضح أن المشكلة مو مشكلة التحالفات كان موضوع أكبر من هيك بكتير إذا بدك تربح حرب لازمك بنية تحتية وجنرالات بيفهموا بآخر التكتيكات والاستراتيجيات الحربية والأصعب من كل ما سبق هو أنه يكون عندك دولة حديثة عند القدرة على أن تلم ضرائب لحتى تمول كل هذا لأنه من زمان كانت الدولة مو منظمة بشكل كبير وإيدة طايلة لحتى تروح تلم الضرائب من كل مزارع وصاحب عمل وصاحب متجر ما هو الشاه حاول يصلح كل هالمشاكل أي لكن ما أدر بصراحة لأنه الدولة لم تكن متطورة بشكل كافي وبالتالي استمر أداء الدولة والجيش الضعيفين في كل المجالات تقريبا واستمرت الهزائم واستمرت خسائر إيران أمام روسيا اللي صارت مضطرة تتفعلها مبالغ كبيرة وتعطيها امتيازات تجارية وغير وغيراته ونفس الشيء إمام الامبراطورية البريطانية اللي خسرت إيران أمام حرب بمنتصف القرن التاسع عشر واضطرت تعطيها أراضي في أفغانستان الحالية يعني لحاصله إيران صارت شوي شوي مقسمة مناصصة بين النفوذ البريطاني والنفوذ الروسي وكل هذا في إطار ما كان يسمى باللعبة العظمى لعبة السياسية كانت عم تصير بين الامبراطورية البريطانية والامبراطورية الروسية في تقاسم النفوذ السياسي في آسيا ما أخ؟ أخدي هاي إليخ اسيا لأنا وديك لأنتر لأنا تقاتر وهذا التقاسم هو ودي نوعا ما يعني صار يتقاسم وحبيا بعد ما طلعت ألمانيا وقويت وطلعت تثير مخاولة بالطرفين في بريطانيا وروسيا فطلعوا في أيها ما لي مرتاح لألمانيا تيجي نتقاسم بالسر المهم ما لكم بالطويل سنة 1901، كان هاشة نفليس وبل يعطي امتياز التنقيب عن النفوذ رجل أعمالي بريطاني اسم ويليام نوكس دي آركي مقابل 20 ألف جنيس ترليني والحقيقة يا حمادي هاد الامتياز كان مهول عم يعطيهم 60 سنة حق حصي للتنقيب على النفط بكل إيران مع دا كم منطقة بالشمال مقابل مبلغ زهيد 20 ألف جنيس ترليني بها ديك الأيام يا حمادي بتعرف عنديش بيساوها الأيام؟ 2.5 مليون جنيس ترليني عم بتنقب على النفط أدمار بالدك فراطة أنا هلأ فيه بيجيبتي تقريبا ما طلعت المليون جنيس ترليني شو مفكر؟ والاحتكالها طالع شركة النفط الأنجلو فارسية سنة 1909 يلي بعدين كانت جزء من إنشاء شركة بريتش بتروليوم بي بي حمادي واحدة من أكبر شركات النفط في العالم وطبعا النسبة الكبيرة من الأرباح كانت تروح لبريطانيا أما إيران فلم تكن تحصل إلا على الفوتات وبعد ما دلعت الحرب العالمية الأولى والعالم كله عرف أهمية النفط ودوره بالحرب والمعارك والنقل انتقلت بريطانيا لإستخدامه بدال الفحم الحجري وبالتالي صار اهتمامه بنفط إيران أكبر بكتير وما راح تخلي أي حدا يهدد مصالحه فيه خط أحمر بهديك الفترة كانوا القاجاريين اللي حاكمين إيران حابين أميركا كتير شافوا فيها حليف قدر بزمانه يطرد المحتلل البريطاني من أراضيه بأميركا وممكن يجي يساعدهم لحتى يتخلصوا من ظلم بريطانيا وروسيا اللي كانوا شايفين إيران المزرعة تبعون بس بالعشرينيات دعمت بريطانيا انقلاب على القاجاريين اللي كانوا حاكمين إيران وأوصلت ضابط اسمه رضا بهلوي للحكم في إيران بهلوي بالأساس كان عسكري بالفيلق المدعوم من روسيا كان جاي بالأساس لحتينفر برنامج تحديث لإيران لكن بالقوة والاستبداد ولكن بعد كم سنة لبريطانيين ندموا على هالعملة ليش؟ لأنه رضا بهلوي كان عنده ميول واضحة للنازية وهتلر فما كان منهم اللي أنه نعملوا حملة بريطانية سوفيتية شعلوا رضا بهلوي من العرش وبعدوا إلى المنفى وحطوا محلوا ابنه محمد رضا شاه بهلوي في الحكم عام 1941 وابنه هاد هتعلم من تجربة أبو مع البريطانيين تجربة مريرة هام شو قرار يتقرب من الأمريكان المهم خلصت الحرب العالمية الثانية وصار بإيران أول انتخابات حقيقية شبه نزيها وهالانتخابات هاي وصلت محمد مصدق إلى رئاسة الوزراء وكان أول القرارات اللي أخدها هو قرار تأميم النفط الإيراني ستة 1951 بسبب ضغوطات الشعب الإيراني بها ديك الأيام كان الشعب الإيراني عم يضغط على الحكومة الجديدة إنه يا جماعة الخير نحن الشعب عنده حضارة عمره آلاف سنين ما عمليقه على حالي يجي واحد من بره يأخد لي نفطاتي بلا ما عم تنبلع معي هم طلع مصدق رئيس وزراء بي قرار تأميم النفط الإيراني ستة 1951 مين ضاج هون؟ بريطانيا قبل قرار التأميم كانوا الإيرانيين عم يروحوا لعند البريطانيين يا بريطانيين أخي خلونت أسهم لرباح 50-50 أنا نصي وإنت أنز لاقينا شي حال ما عمشي لحالي إذا هم تأخدوا كل شي البريطانيين لولا لا 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 ما أنا مطري فالبريطانيين ما تركوا خيار أمام الإيرانيين إلا أنهم يأمموا النفط طبعون وطلع القرار من هون وبريطانيا جنج نانا من هون وتعاملت مع الموضوع كما تعاملت لاحقا مع قرار تأميم قناة السويس بمصر راحت عمجلس أمن قاتلها مجلس أمن هذا القرار أصلا عم يهدد الأمن والسلام بالعالم وإن البريطانيين بينهم وبين حالهم كانوا عم يقولوا لي على قامتي إذا هيك ما بدأ الكوز بالجرة في واحدة يجي أمام لنا شركاتنا ويهدد مصالحنا ما منه خلوس ولذلك ولحتى ما تنتشر العدوى فرضوا عقوبات اقتصادية قاسية على إيران يلي كانت أساسا عم تواجه صعوبات بإنتاج النفط بعد ما مشوا الخبراء البريطانيين حاول مصدق يطلب مساعدة أمريكا قام الرئيس ترومن وعده خير ولكن لاحقا أنه نحاز لبريطانيا بس لا يزال موقفه أفضل من خلفه الرئيس الأمريكي عيزين هاور يلي كان حاسم بوقوفه إلى جانب بريطانيا في هذه القضية كان برأيه أنه إذا ما قطحنا بحكومة مصدق ممكن تتحول إيران لدولة حليفة للاتحاد السوفيتي والدنيا أيام حرب بردي عدم مؤاخذة وعنها فاضيين وفعلا إجت المخابرات البريطانية مع المخابرات الأمريكية وحطوا خطة محكمة للإطاحة بحكومة مصدق يلي كانت مجلة التايمي هذيك السنة نفسها حاطين صورته على الغلاف كرجل العام يعني يفرجونا هو قداش مهم بعدين بيطيحوا فيه خططهم شو كانت أنه نروح يجيبوا ناس كتير يطلعوا مظاهرات على أساس مؤيدي للاتحاد السوفيتي ولحكومة مصدق وتخرب الممتلكات العامة وتأذي ومن جهة ثاني نظموا مظاهرات ضد مصدق مع الملكية والطالب بعودة الشاه ولجحت الخطة وأطاحوا بحكومة مصدق ورجع الشاه ولغوا قرار تأميم النفط الإيراني لكن قرار تأميم النفط الإيراني نفسه هذي اللي التغى غير العالم بعض المحللين بيقولوا أنه هذا القرار كان سبب بأنه بريطانيا خسرت مكانتها عالميا لأمريكا وكمان تحدي مصدق لبريطانيا خلا يصير رمز للتحرر وملهم للملايين داخل إيران وخارجها يعني حتى بعد ما مات مصدق ظلوا الإيرانيين يكتبوا على الحيطان يحلى مصدق كرمز للحرية ولتحدي الشاه وفي محللين بمصر بيقولوا أنه نستفادوا من تجربة مصدق لحتى يأمموا قناة السويس المصرية سنة 1956 خاصة أنه مصدق لما كان رئيس وزراء جزار مصر والمصريين استقبلوا باستقبال حاشد وحتى بالعراق صاروا الناس يقولوا بوقتها لأنه ليش نحن ما نأمم نفطنا مثل ما عاملوا بإيران بس مين كان الرابح الأكبر من كل هالحكاية يا سعاد أمريكا لأنه من جهة صار ولاء الشاه لألة مطلق لأنه هي اللي رجعته للسلطة ومن جهة تانية صاروا يتقاسموا كعكة النفط الإيراني بين بريطانيا وأمريكا فاتوا الشركات الأمريكية شوي شوي على إيران أخذوا 40% من نسبة الأرباح مع النفط بإيران ثم رويدا رويدا طلعوا بريطانيا برا وبعد الأحداث حكم شاه إيران لمدة 26 سنة حكم ملكي منطلق ما كان يسمع فيه كلمة حدا إلا كلمة السفير الأمريكي وكمان صارت إيران أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية وكمان لما أعلنوا العرب حظر النفط سنة 1973 بعد الحرب راح زودوا إسرائيل بالنفط مع أنه كان عم يقول أول شيء وأنا معكم بالحظر يا عرب والأسوأ من هذا وذاك أنه الشاه أسس بمساعدة المخابرات الأمريكية جهاز المخابرات الإيرانية السافاك اللي ساهم باعتقال وتعذيب عشرات آلاف إيرانيين وهكذا خاب أمل الشعب الإيراني بأمريكا اللي كانت عم تنظر لهم كقوة جاية حررهم من التسلط والنفوذ البريطاني وبالتالي انطبق عليهم بيت الشعر القائل المستجيل بعمر عند كربته كالمستجيل من الرمضاء بالناري والشيعة ترفت فيه أمريكا بذات نفسها على الليسان مادلين أول برايتسنت 2000 اللي قالت أنه أمريكا دعمت الأنقلاب على مصدق وهذه الانقلاب أعاد تطور وتقدم إيران أنا ليش حكيت لكم القصة اليوم يا حمادة ويا سعاد أنا أضحكت عليكم وخدعتكم وفوتكم على أساس هحكيكم عن كرة القدم أول شي لحتى تتذكروني أنتم عم تتفرجوا على مباريات كأس العالم تقولوا لي عن المباراة رح يحكي لا لا مو هي ثانيا الموضوع ما العلاقة بكرة القدم روحوا مبسطوا وتفرجوا عن مباريات كأس العالم وتسلوا واستمتعوا ولكن أنا لقيت ثغرة أدخل لكم منها أحكيكم قصة انقلاب اللي صار بإيران وتاريخ إيران أنا كجابة أستمتع بمشاهدة مباراة كرة القدم بنفس القدم الذي أستمتع فيه بقراءة التاريخ وفي نهاية الحلقة بأيكم اشتركوا بالقناة ما في سؤال فأكتبوا لنا شي شغلية بالتعليقات وسأعجب لكم الحلقة أعطونا لايك أعجاب واشتركوا الحلقة بين أصدقائكم واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس شوفوا الحلقات السابقة وانتظروا حلقات القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة